ساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معي لكم فلوك كده بسيط صغير كده حبوب واكتشاف محل في مصر حاجة جدا روعة هذا المحل بيعقبكم كثير كثير يعني اكتشفته في مصر واشترت منه اشياء وكمان رايحة كمان اشتري ولازم كلكم تشوفوا اللي يحبوا المطبخ واشياء المطبخ لا تفوتوش هذا الفيديو واليوم الفيديو تحت عنوان الاناقة ليست بقهوتي الاناقة هي اني اش رأيكم واكيد بتقولولي هدى الكعك الكعك متى تعمليلا ان شاء الله بعملوه قريب هنا حبيت ارويكم اول حاجة كانت يعني بفتحها يعني هي الصراحة كل مرة اشوف كل مرة افتح شي ببيتي واشوف اشياء جديدة ما استخدمتش هذي القطاعة اللي دايما تسألوني عليها اليدوية الفرامة كثير حلوة انا معايا وحدة جديدة هذي عادني ما استخدمتش بس الاولى اللي معايا الصراحة انكسرت عليها وقت الشحن البولة او الزبدية حقي او المطيبة لقيتها مشروخة يعني صعب اني حتى الصقي عرفتوا كيف يعني اش نسوي هذي ضريبة للنقل يعني مش مشكلة مع الاشياء اللي تكسرت وراحت لي انا مستغنش عن القطاعة اليدوية لاني يدي اليمين في المطبخ هنا رحت وكملت قهوتين ورجعتوا معايا زبدة ارويكم كيف طريقة حفظ الزبدة بعضكم عارفين كيف هذي الطريقة انا شفت بفيديو مرة تعليمي فخلص استويت دايما احفظ الزبدة زي كده اما اني اقطع مكعبات وهي شوية باردة اكتر اقمدها شوية بعد ان اقطع مكعبات او اني اعملي نفس كده اجيب ورق خبز او ورق زبدة وابدأ اضغط عليه نفس كده بالسكين وخلص واغلفه طبعا كل واحد يقطعه بالحكم اللي انتم تحبوه يعني انا اقطعه بحدود يعني كل قالب يكون ميتان وخمسين او ميتان وخمسة وعشرين فخلص انا اقطعته كده حق اربع قوالب وخلص اكون استخدمه في المعمول في البسكوت في الطبخات هذه زبدة فيرن اسمها فيرن اظن اسمها فيرن حلوة انا قربتها وصراحة حلوة في مصر فالليحة بياخدها يعني انتم بتشوفوا الآن الغلاف حقها مش اعلان هذه تقارب شخصية انا اعتبره اشياء اني استفدت منها في مصر وعقبتني شوفوهو النوع للزبدة اظن فيرن اسمها فيرن جدا حلوة طعمة لديدة زي الزبدة العادية مثل الزبدات يعني انكت الزبدة وحلوة جدا يعني بين نكت الزبدة والسمنة عد كده احطها في علبة محكمة تمام الاغلاق في الفريزر اخليها بس لازم تكون علبة محكمة الاغلاق عشان ما تاخدش نكهة من الفريزر طعم الزبدة والسمنة اكتر حاجة تاخد النكهات هي تصحب النكهات وتعالوا وقال لكم المحل الاكتشاف رحت شارع اسمه امير القيوش بباب الشعرية اسمه امير القيوش وشوفوا الاكتشاف الصواني اللي لاقيته في المحل اسمه محل شركة بحبح تقهيز الفنادق والحلواني كمان اني مت وفوت هناك اني بقطع صوته وشوفوا القمال اللي شوفته طبعا اني اخدت ورايحة كمان اخرت صورك انت صوريني السلام انا جدني صورة حرارت بك سايد سايد خلاص انا احكي له من مكان صورتش السجلين نعم صور كل الساعد بس لك. وفي بوسي تعاليني بقى كده. عليك. سواني بتاعتين بس. بس نافت. ودي سواني بتص. تاب الغطى ديش. ايه بسينة ايه ده الغطب بتاعها بتعمل بيزة و تروحها البيت و تروحها ان شاء الله هاديتها بعيكيك اللي كفاية عاملة كم اه هجبك سعالة ادي تقريبا عاملة حاجة مياه حاجة و سباية ايه 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 اعملوا ايه اعملوا كده اعملوا كده اعملوا كده اول شي تحياتي لعم سيد الصراحة كان مكان حلو وكان يرويني الاشياء اللي عنده اه ربنا يسعدك ويطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية اه وقال صراحة من افضل الاماكن اللي دخلت في مصر اني اموت على هذه الاشياء احبها جدا وشفت الصواني الروتي عنده صواني الروتي بس قال انه عنده عينة لازم بيعمل بيعمل زيه وقال اي صينية يعني اشتيها بيقدروا يعملوا لي اياها خلاص اني بوقت ذاك كنت خلاص عيوني قلبت قلوب لدرجة انه شفتوا بمركبة كنت اضافر الاضافر كله كانت تساقط هناك لانه شفتوا صواني واشياء كان على اضافر اضافر يسقط عليها والصمغ حقه خذوا صمغ الاضافر ميكونش لاسقطه يعني قوي فكانوا على واحد واحد يسقط وما ندري كم اضافر سقطت لهم هناك المهم كنت مستمتعة ما قدرش بصراحة كنت اشوف وقلب واتفرق كل الصواني عندهم بالاحقام بكل حاجة وقالت لكم اذا احد يشتي صواني وكده يعملوا لي اياها يعني صينية معينة مقاص معين يوفروا لي اياها يعني يعملوا لي اياها يعني المكان جدا نحب حتى فيه خبز البرجر فيه يعني اني ما قدرش ما يعني اخبيد المكان ما اقول لكم اللي عايش في مصر يا حضو اللي كمان يجي مصر وكده روحوا المكان في باب الشعرية قلوهم فين شركات بحبح او محل بحبح اسموه بحبح بحط لكم الكارت روعة كل شي عندهم اللي يقهزوا يعملوا حلويات وكيك روعة عندهم انا اخذت هذه الصينيات الفينو يسمونه وفيه اشكال واحقام وفيه ميني وفيه شكل دائري للبرجر خبز البرجر انا اخذت الصينية واخذت صواني عادية لله كيف اقول لكم للفرن اخذت صينية اقدر اعمل لي للكيك نوعين عنده انواع والصراحة عنده المينيوم عنده اذا النوع فيه نوع يسموه مقلفا كمان وهذا النوع المينيوم كلهم حلوين والصراحة قودتهم حلوة الصينية شوفوا الكبيرة شوية هادي اللي فوق اتقل اللي تحت خفيفة لكن ملتصقش فيها وبس والله هنا رقعت وعندي كده غسيل حقي المرايل اللي دايما البسه فقلت اشاركهم يعني بس مقتطفات يعني من المطبخ وشوفوا اني من نوع اللي اغسلهم وكويهم وبخرهم لدرجة حبي للمرايل المطبخ شوفوا بس كيف ادلعهم طبعا بعد المشوار واكيد اللي زوقي وداني وتعب يعني ربنا يسعدك ويعطيك الصحة العافية ما بعملوش عشا اكيد لازم بعملو عشا وعملت له قلت كباب لحمة في العالم اكلو قلت كباب اكلو اكيد لاني كن مبسوطة بالاشياء اللي اشتريته كمان اخت منقش الكعك برويكم اياه بس بفيديو ثاني تمام اللي يضغط على الكعك وهنا عملتهم كباب لحمة طبعا ما قدرش اعمل خبز عفوان بس رقعت اشتريت خبز لبناني او اللي سموه عيش سوري هنا في مصر الخبز السوري او اللي عيش السوري حلوة كان يعني حلو بس يا عيب العيش شوفوا السوري او اللبناني يعني لما يدخل الفريزر مرات لما تقول تعملو سندوت شادة يتكسر ماذا يخبز البيت خبز البيت ما يتكسرش فحتى لو اني حفظته يعني تمام وكده بعد فترة يتكسر يعني ميطولش كتير حده يعني يومين وخلاص فانتم قولولي كيف تحفظوا العيش لو تكيبوا عيش من برع وهنا دهنت بالصوص الخطير ان شاء الله بنزلكم الطريقة قولولي تشتوا طريقة الكباب باللحمة صوص خطير جدا يحلي الطعم هو سهل لكن فيبوا حاجات يعني كده يخلي طعم الكباب وكده حلو وحطت شرايح البصل بقدونس وشرح بطاطس كده وطماطم طبعا مشوية يعني شوفوا اخر حاجة اشوي الطماطم لما اشوي الكباب اشوي الطماطم روعة روعة لا تسندوتش اكلوا وقالوا لا عشان كده بيودوني كل يوم صراحة شارع امير القيوش فيبوا اشياء نحاس فيبوا يعني اشياء القهوة اشياء كتير حلوة ولما دخلت هذا المحل بح بح اني يعني تقننت والله حاجاته كتير حلوة ان شاء الله بروح اشتي اشياء كتيرة كتبت الاشياء اللي باخذي عشان ايش لاني لما كده دخلت اول مرة خلاص عيوني قلبت قلوب معد عرفتش اش ااخد اللي كنت رايحة عشانه معد اشتيهو عش انتم عارفين اقول زوجي ليلة لما اشتيش خلاص خلاص غيرت رأيي ان شاء الله بروح بصور لكم تمام تمام حاجة حاجة هذا كان الفيديو بالعافية ليو لكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وتنسوش الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم وبالعافية ليو لكم اكتبوا لي ايش الوصفات اللي تشتوها عشان كمان اني انزلي هنا في القناة موسيقى